لن تفلح الإجراءات الشكلية حتى لو نفذتها الحكومة في إخماد الغضب الشعبي المتصاعد في العراق فمشكلة الشعب العراقي في فساد جذور السياسات الحكومية وليس في فروعها بهذا المعنى يسلط معهد ميدل إست من واشنطن الضوء على التظاهرات الشعبية وأسباب الحراك المستمر وكيفية تعاطي حكومة العبادي مع مطالب المتظاهرين فبهذا الاتجاه لن تغير الحكومة من سياستها بما يلبي طموحات الغضبين وسجلات الفساد لن تفتح ولا جديدة تقدمه السلطة للمحتجين إلا الرصاص والاعتقال ويرى المعهد أن اتساع الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق وعدم انحسارها في البصرة راجع إلى وحدة المعاناة من ترد الواقع الخدمي والسياسي وانتشار الفقر والبطالة واحتكار فرص العمل من قبل المحسوبين على الأحزاب الحاكمة والمتنفذين ليبقى المواطن البسيط يتيما في تظاهراته التي تخلت عنها الأحزاب التي استثمرت القاعدة الشعبية لتحقيق مصالحها السلطوية فاختارت تلك الأحزاب الوقوف في صف الحكومة ضد المتظاهرين خوفا من فقدان الوظائف الوزارية المربحة خلال عملية تقاسم المناصب في الحكومة المقبلة بحسب وصف ميدل إست ويعتبر المعهد أن المقاطعة الشعبية الكبيرة لانتخابات الثاني عشر من أيار البرلمانية كانت رسالة واضحة لفقدان الساسة شرعيتهم المفترضة من الشعب ثم انطلقت التظاهرات بعد فترة قصيرة لتترجم الرفض الصامت المتمثل بمقاطعة الجماهير للانتخابات إلى رفض علني للعملية السياسية برمتها ترجمة نانسي قنقر